عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء آخرون من مجموعة الدول السبع اجتماعا طارئا لبحث الضربة الساروخية التي استهدفت منطقة بولندية قرب الحدود مع أوكرانيا وأضف البيت الأبيض أن الطاولة المستديرة عقدت بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأربع دول أخرى في بالي بإندونيسيا حيث يتواجد زعماء هذه الدول لحضور قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بالعالم شكرا